السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحب كابلاتي أعتقد أن أغلب أهلنا في سوريا اللي بيتابعوني دلوقتي عارفين الكابتن مجدي عبدالغاني الكابتن مجدي عبدالغاني شخص محبوب وغني عن التعريف وشخصية ناجحة جدا جدا سواء على المستوى الكروي والفني من أيام ما كان لعب مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر لحوالي 11 سنة متواصلة من 82 لحد تقريبا سنة 91 أو 92 ومين ينسى ركلة الجزاء الخالدة للكابتن مجدي عبدالغاني الكابتن مجدي عبدالغاني كمان من الشخصيات الناجحة في المجال الإعلامي والإعلاني وحتى مجال التعليق الرياضي امبارح أو أول امبارح فجئنا الكابتن مجدي عبدالغاني بحلقة عن منتخب سوريا الأولمبي وعن كرة القدم السورية طبعا السبب ورده أن دلوقتي اللي متولي منتخب سوريا الأولمبي الكابتن تامر حسن مدرب الخلوق والرائع واللي قدر ان هو يكسب ثقة اهلنا في سوريا خلال اسبوعين في البطولة العربية بالجزائر والحمد لله انتهوا بيه الميدالية الفضية الحقيقة ان الكابتن مجدي عبدالغاني فاجئني بان هو مدح اداء لاعيبي منتخب سوريا ويمكن انتوا عارفين دايما ان الشيخ البعيد سره باتع مش عارف في سوريا بيقولوا ايه حاجة شبه كده ولكن الكلام اللي جاي من حد مش سوري بيبقى ليه قيمة اكتر كابتن مجدي عبدالغاني من خبراء كرة القدم المصرية والعربية لما يشير على هدف او يشير على لاعب ويقول ان مرديك مرديكيان ده لاعب رائع ومستوى رائع ويعجب بالاهداف اللي سجلها لقى احنا عندنا حاجة فعلا احنا يمكن مش واخدين بالنا منها يمكن تصريحات الكابتن تامر حسن في البرنامج ده على قناة الشامس مع الكابتن مجدي عبدالغاني بنفس التيم اللي دايما هو بيتكلم بيه هو الكابتن تامر حسن ما بيبعش الوهم ما بيقولش وعود ضخمة ورنانة غير قابلة للتحقيق او التصديق دايما كلامه واقع ويمكن اول تصريح قاله ان الظروف صعبة في سوريا في اخر 16 سنة والبنية التحتية كمان تأثرت حتى مع الزلازل الاخيرة اللي حصلت طبعا الحقيقة ان احنا لازم ننطلق من ده اي منتخف في الدنيا اي فريق في الدنيا بيستلم ومدرب بيفهم ومدرب حقيقي بتاع كرة قدم لازم يشوفها يبدأ منين اصل انت لو هنا وانا بدأت من هنا فانا بضيع وقت لو انت اصلا تحت خالص وانا بدأت من فوق يبقى انا يعني في النهاية صحيك على كابوس يعني الكابتن تامر حسن يعلم جيدا ان الظروف صعبة وان الواقع مؤلم حتى هو كمل وقال ان الولاد من سن النشيئين والشباب تأثرت بالوضع العام في سوريا سواء الوضع السياسي او الوضع المادي وبالتالي ما بقيش فيه صرف على اللاعبين بشكل كويس وبالتالي ما بيلعبوش اغلبهم ما بيلعبوش وايضا اضافه قال ان الاتحاد السوري لكرة القدم عمل منتخبات مناطق زي المحافظات وفي الاخر هيختار يعني الافضل ما بينهم وهيوديهم لدمشق وهيعمل لهم نقل للإقامة ونقل للتعليم بحيث ان هم هيبقوا نواة للمنتخبات الخاصة بكرة القدم السورية وطبعا اكيد انتوا عارفين ان هو مشروع تطوير كرة القدم السورية واللي احد المشاركين فيه الكابتن تامر حسن ايضا ويمكن مزحة او موزحة من الكابتن مجدي عبدالغاني سأل مين رئيس الاتحاد هناك فقال له الكابتن صلاح رمضان قال له ايه ده يعني ده اسم مصري خالص طبعا انتوا عارفين ان احنا انطبعنا كمصريين عن الاسماء السورية ان هو يعني ابو كزا وابو كزا زي محلات الشاورمة عندنا في مصر ابو معاز اه واخدين بالكم فبتا انا مش فاكر حتى ابو مازن وبالتالي احنا الاسماء عندنا ابو حاج لا هو قال له صلاح رمضان قال له عادي ده اسمه مصري يعني قال له طب ونائب رئيس الاتحاد قال له عبدالرحمن الخطيب قال له كمان عندهم الخطيب وطبعا يعني واضح اني اه الامر مرتبط طبعا بالكابتن محمود الخطيب المدرب الكبير واللعب الكبير ورئيس النادي الاهلي طبعا وقال كمان اني فكرة تطوير كرة القدم السورية من خلال المناطق الجغرافية دي كانت فكرة الكابتن محمود الجغري اللي عملها مع منتخب الاردن واللي اثرت بشكل ايجابي جدا على اداء المنتخب الاردني قال ايضا للكابتن تامر حسن ان انا كنت مساعد لمستر مارك فوتا خلال بطولة غرب اسيا وبعد الاداء الغير جيد من المنتخب طلب مني الاتحاد السوري ان انا امسك المنتخب الالومبي في وقت ضيق وانا وفقت تحت ضغط ولكن اصريت ان الامر ده يكون فقط للبطولة العربية فالكابتن مجدي عبدالغاني قال له يعني انت خفت طبعا قال له لا انا عمري مخاف ابدا بالمناسبة الكابتن تامر حسن من المدربين اللي ما بيخافوش لان هو ابن المدرسة الاهلوية اه انا بقول لكم كده وانا زمال كاوي ولا بصحمر بس انا انا مؤمن ايمان شديد ان ابناء المدرسة الاهلوية ما بيخافوش ما بيخافوش الاهلي مدرسة كروية ناجحة جدا جدا ومستمرة طبعا لحد الوقت يعني بغض النظر على النتائج الاخيرة ويمكن دي نقطة لازم نتكلم فيها جميع اهداف منتخب سوريا اهداف ملعوبة وفيها كورة وفيها تكتيج خدوا بالكم سهل جدا جدا ان انت تفوز سهل جدا 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 ان انت تعمل نتائج يعني زي ما بيقولوا بالحظ سهل ان انت تفوز في الدقيقة الاخيرة بكورة كده عشوائية طائشة لكن ان انت تعمل اداء داءه اللي لازم نتوقف عنده الكابتن تامر حسن وفي البطولة العربية قدم بطولة جيدة جدا حصل على الميدالية الفضية تمن اهداف من وجهة نظري المتوضعة لازم نتوقف عندهم ويمكن نحاول ان شاء الله بإذن الله في الايام المقبلة ان احنا نعمل يعني حلقة مخصصة ومفصلة عن اهداف البطولة العربية ايضا اضاف الكابتن تامر حسن وقال فيه لعبين كويسين في المنتخب السوري ولكن كانوا محتاجين حاجة مختلفة ولغة توجيه ولغة ادارة لهؤلاء اللاعبين وتلك المواهب بشكل مختلف ونأتي هنا لقصة مارديك مارديكيان وشاهد الكابتن مشدي عبدالغاني احدى اهداف مارديك وقال يعني مين اللعيب ده فقال له ده مارديك مارديكيان قال له جون رائع جدا جاب كم هدف فقال له اربع اهداف قال له لأ جون حلو بصراح ملعوب وده تدريب وطبعا قال له راس الحربة ده جاب كم جون وقال له اربع اهداف اكد كمان على الموضوع طبعا بالمناسبة الكابتن مجدي عبدالغاني من المعلقين المشهورين جدا وبيشوف عدد مهول جدا جدا من الاهداف من جوه ارض الملع فان هو يحكم على هدف نوع كويس فهو كويس بكل تأكيد يعني واضاف ايضا الكابتن تامر حسن وقال ان كل الناس اشادت بالمنتخب وبالاداء والحمد لله على الفضية الكابتن مجدي عبدالغاني سأل وقال له المعسكر بتاعكم هيكون فين قال له عندنا معسكر في السعودية وفي مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي قاله الولمبي وعندنا كمان معسكر في الامارات قال له طيب طب ما تيجي مصر اقترح لن هو يجي مصر والكابتن تامر حسن وعد ان هو يعرض الامر على الاتحاد السوري واحتمال المنتخب السوري الولمبي يعسكر في مصر نتمنى طبعا ان الامر دا يحصل اكيد هكون اول الحاضرين هناك يعني باذن الله ان شاء الله اخيرا الكابتن تامر حسن كان ليه تصريحات على موقع كليك نيوز السوري وقال تصريحات يعني متشابهة شوية مع تصريحات ناس قبل كده اتكلموا ولكن هنا واضحة اكتر ومتبروزة اكتر قال مثلا ان باب المنتخب سيبقى مفتوحا لكل من يستحق وقال اني من خلال متابعته لللاعبين في الداخل وفي الخارج انه هيستدعي من يستحق لتمثيل المنتخب السوري بغض النظر عن اسم النادي ومستوى الدوري الذي ينشط فيه وده يوصل لي انا رسالة اني على الاغلب الكابتن تامر حسن على الاغلب هيستدعي لاعبين مختلفين هذه المر اه احنا عندنا 34 لاعب محلي والاجنبية لا هيكون عندنا اسماء مختلفة هذه المر واضاف اخيرا تمثيل الاخير او تمثيل المنتخب السوري يجب ان يكون هدفا لكل لاعب وليس وسيلة ليبرز اللاعب مستوياته ولعبه كما كان يحدث في فترات سابقة انا مستبشر خير جدا جدا بتصرحات الكابتن تامر حسن والله صدقا مش لعشان هو مصري لا خالص ولكن لان الكلام هذه المرة كلام واضح كلام احترافي كلام مهني الكابتن تامر حسن من البداية واضح والقى الكرة في ملعب اللاعبين وفي ملعب الجماهير وفي ملعب الاتحاد السوري لكرة القدم وليس امامنا الا ان ننتظر ان شاء الله باذن الله منتخب سوريا في التصفيات المقبلة مع الاردن ومع عمان ومع بروني وقد يكون لأول مرة التأهل الى أولمبيات باريس محدش عارف الامور ممكن تروح لفين الى هنا انتهت حلقة اليوم من دومتم في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته